السياحة بالاصل هدفها الاستمتاع، الاستجمام، الاسترخاء أو التعرف على أماكن جميلة ولكن هل سمعتم بالسياحة القاتمة؟ هي ببساطة السفر إلى المناطق المدمرة أو المناطق التي شهدت حروبا أو إبادة أو كوارثة طبيعية ومأسية إنسانية وارتبطت بالموت صحيفة الڭاردين البريطانية تحدثت في تحقيق لها طبعا عن ازدهار هذا النوع من السياحة في سوريا مؤخرا وذكرت أن شركات سياحية روسية وصينية تنظم رحلات إلى المدن التي شهدت دمارا كبيرا مثل حمص وحلم من بين المواقع التي تنظم هذه الرحلات إلى سوريا موقع صيني يدعى يونج بايونير تورز يحتوي معلومات عن الرحلات، إعلانات ترويجية وأيضا نصائح للطريقة الحصول على الفيزا وتفاصيل السفر من أين يأتي هؤلاء ومن أين يدخلون؟ يدخلون إلى سوريا من مطار بيروت عبر الحدود البرية اللبنانية السورية وإلى دمشق لزيارة الأماكن الأثرية في دمشق وتشمل الرحلة المرور إلى القرى والبلدات في الريف وزيارة مدينة تدمر التاريخية ثم يتجهون إلى حمص ويزورون قلعة الحصن ثم يتجهون شمالا إلى حلب والتي حلب تعرفونها التي تم تدمير أكثر من نصفها بالقصف الجوي والصاروخي خلال المعارك التي استمرت أربع سنوات وأسفرت عن استعادة القوات الحكومية السيطرة عليها عام 2016 الموقع روج لزيارة المناطق المدمرة بهذه العبارة هذه ستظهر هنا نشق طريقنا إلى حلب القديمة التي مزقتها الحرب ونتوقف لشرب القهوة في المقاهي الساحرة وزيارة القرى المدمرة طيب جميل هذه رحلة كم تكلف يعني مثلا كباكيج سماها الموقع رحلة خريف سوريا وكانت في شهر أكتوبر الماضي وتبلغ تكلفتها نحو 2000 دولار ثمانية أيام تشمل إقامة وفطور والتنقل داخل البلد من غير تذكرة الطيران طبعا ورسوم الفيزا يسعى الموقع للترويج لمثل هذه الرحلات بمثل هذه الصور تبدو لك من الوهل الأولى أنها مأخذة من موقع إخباريا عن الحرب في سوريا لكنها إحدى الصور بالفعل الترويجية المعروضة في المواقع الرحلة ذاتها اختلفت الأراء حول الموضوع هل هو تنشيط للسياحة في سوريا أم أنه تحويل لمأساة راح ضحيتها مئات الألاف من السوريين إلى متعة وإلى صور سيلفي سلوى موسى تقول ما في أحلى من الفرج على بقايا حرب ودمار الفرج حق أداب وخصوص السيلفي على الركام غير شكلها وإذا في جثث بيطلع الصور أحلى حسن الحجي يقول أصبحت جميع مدن سوريا مثل آثارات تدمر هذه تغريدة من جوني يرى جوني أن كل يوم يمكنك رؤية المزيد والمزيد من السياح العائدين وهو أمر رائع للأشخاص الذين يحاولون العودة إلى طابعتهم أما تغريدة ريم علي فتقول سياحة للقرى المدمرة وماذا سيقولون عن سبب تدميرها الجارديان قالت إن السياح يكونون مع مرافقين حكوميين هذه أحدى صور التي نشرتها شركة الصياحة الصينية على صفحتي على فيسبوك وترون الصورة تجمع سائحة مع موظف هجرة وجندي سوري الحكومة السورية أعلنت أن بعض الأماكن أصبحت آمنة لكن أغلب دول العالم لا تزال تحذر رعاياها من السفر إلى سوريا منذ بداية الحرب الحرب التي تقول الأمم المتحدة إنها أسفرت عن أكبر أزمة لجوء في العالم حيث هناك ستة ملايين ومئتا ألف مواطن سوري نازح داخليا وأكثر من خمسة ملايين وستمائة ألف لاجئ سوري في الخارج ترجمة نانسي قنقر